لكن تعالوا نتكلم في موضوع مهم قالوا وهو إزاي نستفيد من أزمة درجات الحرارة يقول لك كده بتعبير وجملة بيعد رددها المثقفين يقول لك داخل كل منحة محنة منحة طب وقطع طيار الكهربائي ده والطيارات المناخية ممكن يبقى فيه منحة قال لك آه طب إزاي فاكرين من 6-7 سنين لما كان طيار الكهربائي بينقطع باستمرار والدنيا كان ببيضة لدرجة مرز حين الصبح لدينا مصر كلها مقطوع فيها الكهربائي لدرجة أن الرئيس السيسي أنا زاك خرج وقال بيان من داخل رئاسي الجمهورية وقال قعد المصريين أن ده مش هيحصل تاني لأنه كان بتنقطع إيه ساعات طويلة جدا انتجرت في عزيل أثناء مصطلح الطاقة الشمسية طاقة الشمسية آه لدرجة أن مصر مثلا عملت أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم وهو محطة بينبان لإنتاج الطاقة الشمسية أنا معرفش هو داخل فيه إنتاج الكهرباء ولا لا طيب وابتدى الناس بقى يقولوا البعض ما تيجي نعمل طاقة شمسية والحكومة تقولك ما تيجي نعمل طاقة شمسية أعملها فوق سطح بيتكو ودخل إنتاج الكهرباء فيه الخطوط القومية لشبكة الكهرباء وهيبقى فيه عدد داخل وإنت تسحب خارج ونصف في آخر الشهر لكن أول الكهرباء مشدت عندنا والإنتاج بقى متوافر هذا المشروع تراجع وما أريدش أي إعلان في أي جورنان ولا على مواقع التواصل الاجتماعي عايز أقولك حقيقتين من التجربة دي الحقيقة الأولى أن التغيرات المناخية أصبحت أمرا واقعا هنعيش فيها على طول يعني هنعيش على درجة حرارة مرتفعة خلاص وإن الحر اللي شفته الصف ده ادعي ربنا إنه ما يزيدش الصف الجاي السنة الجاي إن شاء الله نعيش لو كان لنا عم نتمنى إنه يبقى نفس درجات الحرارة دي أول معلومة معلومة التانية نحن اللي بنغزي في مصر محطات الكهرباء بالغاز وحانا بالمزود وارد مع ارتفاع مثلا انخفاض إنتاج غاز عندنا وارد محتاجين الغاز نصدره يقل ضخ الغاز أو المزود لمحطات الكهرباء زيادة معدلات الاستهلاك طب ما تيجي بقى نأمن نفسينا ما تيجي نعمل محطات كهرباء طاقة شمسية فوق بيوتنا السحل الشمالي يبقى شغال كله محطات كهرباء الغرداء يعني أصوار ما تيجي نعمل الكلام لما هتيجي تسأل وعندنا النهاردة خبير وهو الدكتور ماجد كرم المدير الفني المركز الإقليمي للطاقة المتجددة حيبقى بينا وبينه حوار في آخر الحلقة على إن إحنا ما نفكر نعمل طاقة شمسية عندنا حتبني إن التكلفة مرتفعة فالمواطن ممكن يا ترجع بس عايز أقول لك حاجة التليفون المحمول أول ما ظهر فيه أوائل التسعينات أيام ما كانت جنيه جنيه يعني كان الجهاز بألفين وخمسمائة جنيه وكان الخط بألفين وخمسمائة لما انتشر المحمول في مصر ووصلنا الأرقام كبيرة وصلت إن الشريحة كانت بخمسة جنيه حصل ولا يا أخوانا والمحمول كان بيتبع بمية ومية وخمسين ومتين فإذا الدش أول ما ظهر مثلا كان بعشرين ألف جنيه سنة 92-93 بعد كده الدش لما انتشر وصلنا لإنه كان بمتين وثلتمائة وربعمل جنيه فالطاقة الشمسية في بدايتها لو انت سألت النهاردة هتلاقي سعرها مرتفع لكن لو انتشر بشكل كبير وإحنا كل العمارات بتادي تاخد الأسعار هتقل طب مين اللي يمولنا ده البنوك مين دي اللي يدعم المشروع القومي ليه يعني إن احنا نملي أسطح العمارات بدل إنها بقى مخزنة وكئيبة من فوق وعايزة تنظيف بالطاقة الشمسية الحكومة تساعد هنا أنا بدع حكومة المحترم دكتور مصطفى مدبولي على إنه يسعى على يعني إنه يبقى فيه مشروع كبير من الحكومة لتخطية أسطح حماراتنا بالطاقة الشمسية يا سيدي أعمل هولي فكر يا فاكرين يا حكومة لما كنتوا بتدخلونا الغاز وتاخدوا مننا أمبوبتين البتاجاز ونقصت تركيب الغزب على الفاتورة ما تحميلي ده والحكومة هي اللي هتبقى كسبانه الحكومة هي اللي هتبقى كسبانه فأنا أتمنى أتمنى يعني بدل من يجي الصيف الجاي ويطلع دكتور مدبولي والحكومة نعيش لو كان لنا عمر كلنا ويقول لك معلش تخفيف أحمال علشان كذا ارتفاع الحرارة فأنا أتمنى 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 من كل قلبي إنه يبقى فيه مشروع كبير إنه أسطح حماراتنا في البيوت في المصالح الحكومية يبقى فيها طاقة شبسية ويا سيدي طب ما تبدأ يا حكومة بالمحافظات عندك ده وين المحافظات المحليات الكلام ده ما نبدأ نشجع أنتوا على الصورة هاي؟ دي أسطح مليئة بألواع الطاقة الشمسية هل هنستوردها؟ هل هننتجها في مصر؟ الله أعلم بس عايزة أقولك مثلا مشروع زي ده ممكن يوفر لك مليون فرصة عمل ده من غير أي دراسة بصراحة لأنك هتحطه في 27 محافظة فيه عمالها يركبه عمالها يبيعه عمالها يعمله صيانة ونس هتستورد طب ما تيجي نعمل هذا المشروع وندعم فعلا الكهرباء في بلدنا أتمنى أتمنى أن الصورة يعني أو مقترحي يصل للسيد رئيس الوزراء